أفضح تلال الولايات المتحدة للعراق إلى سقوط البلاد في الفلك الجيوسياسي لإيران بعد أن تمكنت طهران من زرع وكلائها داخل النظام السياسي الجديد الذي بنت واشنطن تحت يافطة التغيير بعد عام 2003 وفقا لتقرير مطول صادر عن معهد نيولاينز للدراسات الاستراتيجية ولأن الكيانة السياسية الذي أنشئ في بغداد ضعيف لا يلبي طموح إيران للسيطرة على العراق فقد تحرك نظام ولاية الفقيه صوب تنمية الميليشيات كأداة رئيسة يمكن من خلالها تحويل دولة كانت تمثل تهديدا في وقت سابق إلى دولة ضعيفة وخاضعة لرغباتها هذه الميليشيات المتحالفة مع إيران بارزت كقوة تهدد أمن واستقرار العراق بعد تحالفها ضمن ما بات يعرف باسم قوات الحجد الشعبي بحلول عام 2017 والتي وصفت سلوكياتها بالمتوحشة والعدوانية لتبقى عميقة الجذور في البلاد لدرجة أنها أصبحت تمثل تحديا كبيرا لجهود الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ إيران في العراق وفقا لتقرير المعهد الأمريكي ويظهر التقرير الذي استند إلى بيانات استخبارية وبحوث ميدانية كيف أصبحت هذه الميليشيات دولة موازية من خلال إنشاء اقتصادها الخاص المليء بالفساد حيث وصف عناصرها بقطاع طرق عبر فرض الإتاوات على التجار وعرقلة الأعمال فيما تجني مئات الآلاف من الدولارات كل يوم من خلال الابتزاز عند نقاط التفتيش غير القانونية التي أقامتها في جميع أنحاء البلاد كما تطالب هذه الميليشيات بأموال حماية تتراوح ما بين ألف وثلاثة آلاف دولار شهريا على المطاعم الكبيرة أما أصحاب المحال الذين يعجزون عن الدفع فإن التفجير سيكون مصير مصالحهم لتنسب الأجهزة الأمنية تلك الأعمال فيما بعد إلى تنظيم داعش بالإضافة إلى ذلك شقت هذه الميليشيات نحو تعزيز قبضتها على معظم أنحاء البلاد ضمن إيدولوجية نفوذ تمكن إيران من تحقيق استراتيجيتها الإقليمية الأوسع امتدادا من طهران مرورا بالعراق وبلاد الشام وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط نفوذ قال مع حد نيولاينز أن عواقبه على مقدرات العراق ستكون وخيمة وخطيرة